بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صلى على محمد وآل محمد قال الخلط بين الظهور والحجية اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوابع ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصلة هنا في هذا البحث يريد أن يبين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه قد يلاحظ وجود خلط في كلمات بعض الأعلام بين نفس الظهور وبين حجية الظهور يعني قد تكون هناك بعض الشرائط معتبرة في الحجية وهناك بعض الشرائط معتبرة في الظهور فقد يحصل خلط أو حصل خلط عند أو في كلمات بعض الأعلام أرجع الشرائط الحجية مثلا إلى ماذا؟ إلى الظهور هذا هو الخلط الذي حصل أنه أرجع شرط معتبر في ثبوت الحجية أو في استمرار الحجية أرجعه إلى الظهور يعني قال بأن هذا الشرط معتبر في الظهور فبدونه مثلا أو معه لا يتحقق الظهور هذا هو معنى أو مقصوده من الخلط فابتداء نحن حتى نبين هذا البحث وتتضح تفاصيله لا بد أن نميز بين مراتب بين الظهور وبين مراتب الظهور ثم متى تكون الحجية طبعا إذا ميزنا بين مراتب الظهور لا بد أن نبين أيضا ما هي الشرائط المعتبرة في تحقق هذا الظهور طبعا مما تقدم مرارا وتكرارا أن الكلام له ثلاث دلالات لا بد أن نلتفت هنا أننا الآن نريد أن نبين مراتب الظهور وعلاقة هذه المراتب بدلالات الكلام الكلام بشكل عام يعني سواء كان نصا أو كان ظاهرا له ثلاث دلالات أولا دلالة التصورية الدلالة التصورية وقلنا هذه الدلالة معلولة للوضع لوضع الكلمات للمعاني وهذا النوع من الدلالة لا يتأثر حتى بالقرينة المتصلة حتى لو جاءت قرينة متصلة فإن العالم بالوضع سوف ينساق إلى ذهنه أو يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي من الكلام أو من اللفظة حتى مع وجود قرينة متصلة فحينما تقول مثلا رأيت أسدا يرمي فكلمة أسد من الواضح هنا باعتبار وجود قرينة يرمي أنه ليس المراد هو الأسد يعني الحقيقي الحيوان المفترس وإنما المراد مثلا الرجل الشجاع ولكن حينما يسمع الإنسان بلفظة أسد حتى مع وجود هذه القرينة يتبادر إلى ذهنه مباشرة الحيوان المفترس باعتبار أنه هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد ولهذا بحسب الدلالة التصورية لا تتأثر هذه الدلالة بهذه القرينة بل هي ثابتة حتى مع وجود هذه القرينة لدينا الدلالة تصديقية أولى نتكلم في الدلالات لدلالات الكلام هناك دلالة تصديقية أولى ذكرناها سابقا وهي ظهور حال المتكلم في أنه قد استعمل الألفاظ استعمل الألفاظ في معانيها في المعاني المعينة مثلا افترض أنه قال أنني رأيت أسدا في الحديقة في حديقة الحيوان هنا تتحقق الدلالة تصورية مفادها أن هذا الشخص قد رأى حيوانا مفترسا في حديقة الحيوان وظاهر حال المتكلم أنه حينما استعمل هذه الألفاظ أراد معانيها الحقيقية حينما استعمل لفظة أسد أراد معناه الحقيقي يعني أراد هذا يسميه لذلك قد تسمى إرادة استعمالية أو دلالة استعمالية يعني أن المتكلم حينما جاء بهذه الألفاظ أراد إختار معانيها الحقيقية في ذهن المستمع أراد إختار معانيها الحقيقية في ذهن المستمع جيد هذه الدلالة من الواضح أنها تتأثر بالقرينة المتصلة يعني إذا ذكر في الكلام قرينة متصلة مثلا قال رأيت أسدان يارمي هذا يارمي قرينة متصلة هنا هذه القرينة تدل على أن المتكلم حينما ذكر كلمة أسد أو لفظة أسد لم يكن مراده اختار أو استعمال هذه اللفظة في الحيوان المفترس وإنما أراد استعمال هذه اللفظة في شيء آخر وهو مثلا الرجل الشجاع فهنا الدلالة هذه الدلالة التي نسميها الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية واضح أنها تتأثر وتتغير مع وجود القرينة المتصلة مع وجود القرينة المتصلة هذا نسميها دلالة تصديقية أولى هناك دلالة تصديقية ثانية وهي أن مفادها يعني أن المتكلم حينما تكلم بهذه الكلمات مثلا حينما قال رأيت حيواناً أو رأيت أسداً عفواً في حديقة الحيوان فاكتشفنا من ظاهر حاله أنه يريد حينما استعمل هذه الألفاظ أنه يريد إختار معانيها في ذهن السامع باعتبار أنه كان متكلم ملتفت إلى ما يقول ليس غافلاً ولا نائماً وإنما هو ملتفت فظاهر حاله أنه يريد استعمال هذه الكلمات أو هذه الألفاظ في معانيها الحقيقية ثم فهمنا أيضاً من ظاهر حال المتكلم باعتبار أنه لم يكن في حالة هزل بل كان جاد لم يكن في حالة تقية وخوف مثلاً من الأعداء وإنما كان في حالة طبيعية وتكلم بهذا الكلام فإننا نعرف أو نفهم أن مراده الجدي من هذا الكلام أنه قد رأى فعلاً يعني مراده الجدي مطابق أو الدلالة الجدية أو الدلالة التصورية الثانية نسميها دلالة عفواً تصديقية الثانية التصديقية الثانية أن مراده الجدي منطبق على المراد الاستعمالي يعني ما أراده جداً هو نفس المعنى الذي استعمل فيه الألفاظ وبنحن كيف عرفنا المعنى الذي استعمل فيه الألفاظ عن طريق الدلالة التصورية باعتبار أنه في الدلالة التصورية عندما نطلق الألفاظ يتبادر إلى الذهن معانيها فلاحظوا هذه ثلاث دلالات مترتبة تقدم الأمر أولاً دلالة تصورية وهذه الدلالة التصورية تفيد ماذا؟ اختار المعاني الحقيقية في ذهن السامع اختار المعنى في ذهن السامع دلالة تصديقية أولى من ظاهر حال المتكلم إذا كان جاداً في كلامه أو كان عفواً ملتفتاً كان ملتفتاً إلى كلامه لم يكن غافلاً ولم يكن في حالة من النوم أو من الغفلة فإننا نعرف من ذلك أنه أراد حينما استعمل هذه الألفاظ أراد إختار معانيها وعندنا دلالة تصديقية ثانية هو أن من ظاهر حال المتكلم في أنه في حال جد وليس في ظرف تقية مثلاً فنفهم من ذلك أنه أن مراده الجدي هو ما استعمل فيه الألفاظ وهو ما فهمناه يعني أراد المعاني إرادة الجدية ونفس المعاني التي استعمل فيها تلك الألفاظ والتي حددناها على ضوء الدلالة التصورية فيكون مراده الجدي هو أنه فعلاً رأى حيواناً مفترساً يعني رأى أسداً حيوان مفترس في حديقة الحيوان هذه الدلالات الثلاثة من الواضح أن الدلالة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية كلاهما تتوقفان على عدم وجود قرينة متصلة لأنه إذا كانت هناك قرينة متصلة دلت هذه القرينة المتصلة بأن المتكلم استعمل الألفاظ ولم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد معنى آخر هذا دلت عليه القرينة المتصلة وتدل أيضاً ماذا على أن مراده الجدي مراده الجدي يعني دلالة التصديقية الثانية مطابق لمراده التصديق الاستعمالي يعني دلالة التصديقية الثانية بما أننا عرفنا أنه في الدلالة الاستعمالية أو التصديقية الأولى أنه لم يرد المعنى الحقيقي نفهم أيضا أنه في الدلالة التصديقية الثانية وأن مراده الجدي لا يريد المعنى الحقيقي للكلام بل يريد ما دلت عليه القرينة ولذلك القرينة المتصلة تؤثر على الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية دلالة التصديقية الأولى أنه إذا كانت هناك قرينة متصلة تدل على أن المتكلم حينما استعمل الألفاظ لم يريد المعنى الحقيقي لها وإنما أراد معنى آخر الدلالة التصديقية الثانية مع وجود القرينة المتصلة تعني أنه بحسب الإرادة الجدية هو لا يريد المعنى الحقيقي للكلام وإنما يريده معنى آخر معنى المجازي مثلا بحسب وبسبب هذه القرينة هذا بحسب الدلالات ولكن بحسب الظهور الظهور عندنا مرتبتين مرتبتين من الظهور هو الظهور التصوري والظهور التصديقي نحن الآن نتكلم كنا نتكلم في الدلالات نعم دلالات ثلاث مراتب أما هنا حينما نتكلم عن الظهور نجد أن الظهور ظهور الكلام له مرتبتان هي المرتبة الظهور التصوري ومرتبة الظهور التصديقي الظهور التصديقي مندك فيه الدلالة التصديقية الأولى والثانية لأن الدلالة التصديقية الثانية في الحقيقة هي معتمدة ومتنية على الدلالة التصديقية الأولى أنه إذا عرفنا أنه استعمل الألفاظ في غير المعنى الحقيقي فظاهر حاله أنه لم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد معنى آخر فعدنا مرتبتين من الظهور، ظهور تصوري وظهور تصديقي ومن الواضح أن الظهور التصوري لا يتأثر بالقرينة وأما الظهور التصديقي فيتأثر بالقرينة المتصلة كما ذكرنا الآن باعتبار أن الظهور التصديقي فيه مرتبتين من الدلالة التصديقية الأولى وهي تتأثر بالقرينة المتصلة والتصديقية الثانية وهي أيضا تتأثر بالقرينة المتصلة فهنا نقول أن الظهور التصوري لا يتأثر بالقرينة لا متصلة ولا منفصلة أما الظهور التصديقي فيتأثر ويتغير تصديقي بشكل عام وهو ما يريده المتكلم يعني الظهور التصديقي هو يبين لنا ما أراده المتكلم من كلامه ما يريده وهنا تحديد مراد المتكلم من لا بد أن نبين هذه النقطة يعني حينما نقول ظهور تصديقي يعني ماذا يعني الظهور حال متكلم في مراده أنه ماذا أراد من هذا الكلام ماذا أراد من هذا الكلام تحديد مراده من الكلام يمر بدلالتين بنوعين من الدلالة دلالة الأولى نسميها دلالة تصديقية أولى والدلالة الثانية دلالة تصديقية ثانية دلالة التصديقية الأولى تحدد أنه حينما استعمل الألفاظ أي معنى أراد هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي والدلالة التصديقية الثانية تحدد مراده الجدي من كلامه وهي مطابقة للدلالة التصديقية الأولى أنه حينما استعمل الألفاظ مثلا وأراد المعنى الحقيقي ظاهر حاله أنه أيضا هو يريد المعنى الحقيقي أو حينما استعمل الألفاظ ومع وجود قرينة أراد المعنى المجازي ظاهر حاله أيضا هو لا يريد المعنى الحقيقي فبالنتيج عندنا مرتبتين من الظهور ظهور تصوري وظهور تصديقي الظهور التصديقي تندك فيه يعني إذا حللناه نجد فيه دلالتين حتى نفهم ما هو مراده من كلامه نحتاج إلى تطبيق دلالتين دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية دلالة تصديقية الأولى تبين لنا ماذا أراد من معنى حينما استعمل الألفاظ ودلالة تصديقية ثانية تظهر لنا أو تكشف لنا مراده الحقيقي من كلامه وهو مطابق ظاهر حاله أن مراده الحقيقي ومطابق للدلالة التصديقية الأولى فإذن لدينا مرتبتين من الظهور الظهور التصوري لا يتأثر بالقرينة كما هو واضح أما الظهور التصديقي وهو ظهور حال المتكلم في أنهم ماذا يريد من كلامه هذا يتأثر بالقرينة المتصلة لماذا؟ لأن القرينة المتصلة تؤثر على الدلالتين الموجودتين في الظهور التصديقي في الظهور التصديقي فبالنتيجة القرينة المتصلة تؤثر على الظهور التصديقي أما القرينة المنفصلة هذه القرينة لا تؤثر على نفس الظهور كما هو واضح يعني حينما يتكلم متكلم بكلام ويسكت ثم بعد مدة يذكر قرينة هذه القرينة هل تؤثر على الظهور في الكلام الأول؟ لا تؤثر لماذا؟ لأنه حينما تكلم في الكلام الأول فإن ظاهر حال في الدلالة التصديقي ظاهر حال المتكلم أنه قد بيّن تمام مراده بهذا الكلام قد بيّن تمام مراده بهذا الكلام فإذا جاءت قرينة منفصلة أبطلت ماذا؟ فطبعا يكون حينما يتم يكون حجة من نتيجة شثبت له الحجية إذا تم الظهور التصديقي وهو موضوع الحجية يصبح حجة فإذا جاءت قرينة على خلاف كلامه الأول فهذه القرينة أيضا لها ظهور تصور وظهور تصديقي فإذا كان ظهورها التصديقي مخالف لهذا الظهور التصديقي لذي القرينة هنا فتثبت الحجية طبعا له هنا يصير تزاحم أو يصير تعارض وتصادم بين الحجيتين الحجية أصل الكلام يعني ذي القرينة وحجية القرينة يصبح تزاحم وتعارض بين الحجيتين أما الظهورين كل واحد له ظهوره ظهور تصديقي للأول يتنافى مع الظهور التصديقي للثاني هذا كان حجة هذا الآن أثبتت له الحجية فيحصل تزاحم بين الحجيتين فطبعا حجية القرينة تدفع حجية أو تمنع حجية ذي القرينة الكلام الأول حجية الكلام الأول لكن الظهور يبقى على حاله فهنا في الحقيقة الذي يحصل أن القرينة المنفصلة عدمها عدم القرينة المنفصلة يكون شرطا في استمرار حجية الكلام الأول في استمرار حجية الكلام الأول حتى الكلام الأول أثبتنا له الظهور ثم أثبتنا له حجية هذا الظهور وجئنا إلى الكلام الثاني أيضا اللي هو قرينا على الكلام الأول أثبتنا له الظهور وثبتت له الحجية لما ثبتت له الحجية تعارضت مع حجية الكلام الأول لأنه من غير المعقول أن يصدر عن متكلم عاقل كلامين متنافيين لا بود يريد أحدهما فتحصل بين الحجيتين استدام فالحجية الثانية ترفع حجية الكلام الأول وتثبت الحجية في القرينة النتيجة مجموع الكلام يصير على ضوء نفس القرينة ولكن مجموع الكلام ليس المقصود هو ظهوره وإنما حجية نقول ما هو الحج إذن من كلامه هل كلامه الأول أم كلامه الثاني القرينة نقول لا الحج هو ما يكون على ضوء القرينة إذا أصبح هذا واضحا إذن لدينا مرتبتين من الظهور ظهور تصوري وظهور تصديقي والظهور التصديقي يتأثر في القرينة المتصلة ولا يتأثر بالقرينة المتصلة وإنما الذي يتأثر بالقرينة المتصلة هو استمرار حجية الكلام الأول ذي القرينة من هنا يتضح أنه قد حصل خلط أو يظهر أنه هناك خلط في كلمات بعض الأعلام وهو المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه لأنه يبدو من كلام المحقق النائيني أن هناك ثلاث مراتب للظهور ثلاث مراتب للظهور وهذه المراتب الثلاث هي معادلة ومساوية للدلالات الثلاث كما لدينا دلالة تصورية دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية ثانية هنا أيضا لدينا ثلاث مراتب للظهور تصورية ظهور تصوري ظهور تصديقي أول ظهور تصديقي ثاني طبعا الظهور دلالة تصورية واضحة أنه معلولة للوضع وتدل أو تكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ الظهور التصديقي الأول الأول هو يعطينا ظهور حال متكلم في أنه استعمل الألفاظ في أي معنى ويصح معه مع هذا الظهور أن نقول أنه استعمل الألفاظ في هذا المعنى وهذا يتأثر بالقرينة المتصلة ودلال تصديقي أو ظهور تصديقي الظهور تصديقي ثاني ظهور تصديقي ثاني كاشف عن المراد الواقعي ماذا أراد من كلامه هذا الظهور الثالث الذي هو الظهور التصديقي الثاني الكاشف عن المراد الواقعي قال هذا محق النائيني قال هذا يتأثر بعدم القرينة موقوف على عدم القرينة مطلقا يعني لابد أن لا تكون لا قرينة متصلة لأنه إذا كانت هناك قرينة متصلة تؤثر على الظهور التصديقي الأول وبالتالي يتأثر الظهور التصديقي الثاني كما وضحنا ولا لا يكون هناك أيضا ماذا قرينة منفصلة لأنه قال أن القرينة المنفصلة تؤثر ماذا على المراد الجدي يعني ظاهر حال المتكلم في مراده الجدي أن القرينة المنفصلة تكشف عن أن مراده الجدي ليس هو ما فهم من كلامه الأول بل لابد مع القرينة المنفصلة أيضا حتى نفهم المراد الجدي التام له طبعا هو قال أن الدلالة التصديقية أو ظهور التصديق عفوا ظهور التصديق الثاني هو موضوع الحجية ولذلك إذا جاءت قرينة منفصلة فإنها تنفي موضوع الحجية تنفي موضوع الحجية يعني تنفي الظهور التصديقي الثاني وهو موضوع الحجية فينتفي فإذا انتفى طبعا لم تثبت الحجية بناء على ما بينا من كلام السيد الشهيد أنه هنا لا القرينة المنفصلة لا تنفي الظهور له موضوع الحجية وإنما هي الشرط أو عدمها شرط في استمرار حجية أو بقاء حجية ذي القرينة الكلام الأول فالخلط أو الاختلاف صار هنا أنه إذا جاءت قرينة منفصلة على الكلام بناء على ما تفضل به السيد الشهيد ما بيناه السيد الشهيد فقال أن القرينة المنفصلة تؤثر في الظهور التصديقي الثاني الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم فمجيء القرينة المنفصلة تبين أن المراد الجدي للمتكلم ليس هو ما كان في كلامه الأول بل لا بد أن نضم إليه القرينة المنفصلة وبذلك قرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي الثاني فينهدم موضوع الحجية قال الخلط بين الظهور والحجية اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة لاحظ ظهور التصديقي فيه مندك فيه دلالتين بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصلة بعدم القرينة المتصلة لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي نعم هي من ضمن شخص كلامه حينما يتكلم بكلام ويسكت والظاهر حال هذا المتكلم أنه قد أفاد مراده بهذا الكلام فإذا كانت هناك قرينة متصلة كانت من ضمن هذا الكلام من ضمن شخص هذا الكلام فلا تؤثر على الظهور الحالي له لا تنافي الظهور الحالي له بل يبقى أنه قد أفاد مراده بشخص كلامه كما هو ظاهر حاله ولا مشكلة في ذلك وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور وليس مقوما له ليس مقوما للظهور التصديقي وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه يعني إن وجدات القرينة المنفصلة إن وجدات أسقطت حجية الكلام الأول وإن فقدت لا يبقى تبقى الحجية ثابتة لذلك الكلام الأول ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور ثلاث رتب من الظهور إحنا قلنا هناك رتبتين من الظهور ظهور تصوري ظهور تصديقي ظهور تصديقي هو ظاهر حال متكلم في أن ما يقوله يريده ما يقوله يريده تفتوا جيدا هذا هو الظهور التصديقي الظهور التصديقي هو ظاهر حال المتكلم في أن ما يقوله يريده وبسؤال أنه كيف نعرف ما يقوله نعرف ما يقوله عن طريق الدلالة الدلالة هنا بعد مضهور الدلالة التصديقية الأولى هو أنه استعمل ألفاظ فظاهر حاله أنه يريد المعنى الحقيقي لتلك الألفاظ التي دلت عليه الدلالة التصورية هذا هو ما يقوله يعني التحديد ما يقوله بالدلالة التصديقية الأولى وهو أنه قد تكلم بألفاظ بكلمات هذه الألفاظ ظاهر حاله أنه استعمل هذه الألفاظ في معانيها التي دلت عليها الدلالة التصورية طيب يريده كيف نفهم ما قاله يريده لأنه ظاهر حاله أيضا أنه عقلائيا طبعا أنه ما تكلم به هو الذي يريده ما ذكره من كلام هو الذي يريده فهنا لما كانت الدلالة التصديقية هي معتمدة على ظهور الحال المتكلم في أن ما يقوله يريده هذا كله أصبح ظهور تصديقي ظهور تصديقي لكن اندك فيه نوعين من الدلالة واحدة تحدد ما يقوله وواحدة تحدد ما يريده ما يقوله تحدده الدلالة التصديقية الأولى ما يريده تحدده الدلالة التصديقية الثانية مجموعا سمي ظهور تصديقي أما هنا قال ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية ثلاث رتب من الظهور أخاف بعض الأخوة يقرأ هذه الرتب يقول أخوة هذه نفس الدلالات التي ذكر السيد الشهيد كلامنا في الظهور وليس في الدلالة في الظهور الظهور رتبتان تصوري وتصديقي التصديقي تندك فيه دلالتان لماذا؟ لأن الظهور التصديقي معتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده ما يقوله يريده فما يقوله بناء على الدلالة التصديقية الأولى ما يريده بناء على الدلالة التصديقية الثانية أما كلام النائيني رحمة الله تعالى عليه فلا يظهر منه أن هناك ثلاث رتب الأولى مرتبة الظهور التصوري نفس الدلالة التصوري الثانية مرتبة الظهور التصديقي نفس الدلالة التصديقية الأولى على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور أنه ما قاله هو على ضوء الدلالة التصديقية الثالثة مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي يعني الدلالة التصديقية الثانية على نحو يسوع لنا التأكيد على أنه أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور والأولى يعني المرتبة الأولى لا تتقوم بعدم القرينة لأنها هي نفس الدلالة التصورية والثانية تتقوم بعدم القرينة المتصلة مدلول التصديق الأول أو ظهور التصديق الأول والثالثة تتقوم بعدم القرينة مطلقا يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة ولو منفصلة والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور يعني الكاشف عن المراد الواقعي والجدي فمتى وردت القرينة المتصلة فضلا عن المتصلة طبعا متصلة أيضا هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية واضح أن الخلاف صار وين؟ أنه في القرينة المنفصلة هل هي تهدم الظهور أم تمنع من استمرار حجية الكلام؟ هذا هو الخلاف أما ما هو ناقد السيد الشهيد لهذا الكلام؟ إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد وآ